هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو حلقة جديدة من عين على عمان ورحب بكم أنا أحمد الكندي وهذه أهم مواضيعنا لهذا الأسبوع سلطنة عمان تعلن ميزانية عام 2022 بحجم إنفاق يبلغ 12 مليار ريال عماني على أساس السعر 50 دولار لبرميل النفط وشركة تنمية نفط عمان للخدمات توقع أول عقودها التجارية مع شركة تيثيس أوي العمان بقيمة أكثر من 14 مليون دولار ووزارة التراث والسياحة تنظم فعاليات مرحبا عمان لاستقطاب السياح من السوق السعودي ومواضيع أخرى تتابعونها في هذه الحلقة بعد قليل ابقوا معنا بدأت سلطنة عمان في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن هم في عمر 18 عاما وما فوق وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل أول حالتين من المتحور أوميكرون لمواطنين قدم من السفر ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بسلطنة عمان بنسبة 10% حتى نهاية أكتوبر 2021 متجاوزا 42 مليار متر مكعب ويعزى ذلك لارتفاع الغاز المصاحب بنسبة 28% إلى أكثر من 7 مليارات متر مكعب وارتفاع الغاز غير المصاحب شاملنا الاستيراد بنسبة 7% إلى 34 مليار متر مكعب ارتفع إجمالي وصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بنسبة نمو بلغت 15% إلى أكثر من 5 مليارات و600 مليون ريال من إجمالي وصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 30% بين عامي 2013 و2020 وبلغت الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية من إجمالي التمويل والودائع للقطاع المصرفي ما يقارب السبعة عشر بالمئة أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة المالية ملامح ميزانية العام المقبل 2022 والتي وضعت على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط وبحجم إنفاق مقدر يبلغ نحو 12 مليار ريال عماني بنسبة زيادة قدرها 2% وبزيادة قدرها 6% بإجمالي الإيرادات المتوقعة التي تتجاوز العشرة مليارات ريال في العام المقبل 50 دولارا هو السعر المعتمد لبرميل النفط في ميزانية العام المقبل لسلطنة عمان تحوطا لتقلبات الأسعار العالمية التي تتأثر بمعطيات مختلفة ومتبائنة إذ تشير توقعات المؤسسات الدولية لتراوح أسعار النفط بين 53 و 66 دولارا وتوضح التقديرات الأولية للميزانية العمانية للعام المقبل أن إجمالية الإيرادات العامة قدرت به نحو 10 مليارات ونصف المليار ريال بزيادة 6% وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 68% والمتتبع لأسعار الطاقة يجد بأنه قد ارتفعت أسعار الغاز بنحو 800% مقارنة بمستوياتها قبل عام وكذلك ارتفعت أسعار الفحم بنحو 300% والنفط بنحو 107% وتجاوزت حاجز 80 دولارا للبرميل إلا أنه وبسبب المخاوف من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا مكرون وعودة الإجراءات الاحترازية الصحية فقد انخفضت أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وبذلك فإنه من غير المؤكد استمرار الأسعار في مستوياتها المرتفعة نظرا للتقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية ورغم ارتفاع الإيرادات إلا أن الإنفاق سيشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% لنحو 12 مليار ريال عماني شاملا كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو مليار و300 مليون ريال بينما يبلغ العجز المقدر لعام 2022 بنحو مليار و500 مليون ريال ويمثل نسبة 15% من جبلة الإيرادات ونسبة 5% من الناتج المحلية وأكد وزير المالية أن الأولوية ستكون باستغلال العوائد الإضافية للإيرادات لتخفيض العجز وسداد أقصاط القروض وزير الاقتصاد بدوره أكد على استمرار التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا قمنا بدراسة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بالنظر إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي تقليل الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية أيضا تطبيق نسبة 10% لماذا لم تطبق نسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الحكومية التي تسند للشركات وزيادة القيمة المحلية المضافة والحقيقة الدراسة قام بها فريق عماني متخصص فريق عماني فني جدا واستطاع أن يخرج بنتائي قيدة ونحن الآن نقوم بوضع برنامج وخطة تنفيذية لتوصيات الدراسة ونعتقد هذه الدراسة ستعزز المناشدة التي تفضلت بها وهي ربط الإنفاق الحكومي بتعزيز الهياكل الإنتاجية وتوليد فرص عمل للعمالين هذا بالإضافة إلى أن وزارة الاقتصاد أيضا عندها مصفوفة لتحديد أولويات اختيار المشاريع وفي هذه المصفوفة يتم الأخذ في الاعتبار هل هذه المشاريع فعلا تؤدي إلى زيادة القيمة المحلية المضافة هل هذه المشاريع تولد فرص عمل للعمانيين هل هذه المشاريع أيضا تزيد من تنويع قاعدة الهياكل الإنتاجية للاقتصاد العماني وتهدف ميزانية العام الجديد إلى تحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام للدولة ويعطاء لولوية في تنفيذ المشروعات التي تخدم الاهداف الاقتصادية والاجتماعية واستكمال التحول الرقمي لرفع إنتاجية القطاع العام وتعزيز الأداء المؤسسي والحفاظ على مستويات الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقي من فئات المجتمع مع الاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البعض قد يقول أن نعم هذا سهل عندما ينخفض شعر النفط فالنسبة تكون ترتفع ولكن ما نود التأكيد عليه أن هذه الأرقام هي بالمطلق أن رأيناها حتى بالمطلق هي فيها زيادة فإذن هي ليست لها علاقة بالنفط بشكل مباشر كنسبة نعم ولكن بالمطلق هناك زيادة فهذا يدل على هناك نمو وخاصة في النمو في الأنشطة غير النفطية وهذا هو مسعانة في تنويع مصادر الدخل وكشف جهاز الاستثمار عن خطة تشمل تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021-2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة وبلغ حجم الانفاق الاستثماري الفعلي للعام الجاري مليارين وستمائة مليون ريال أما في ميزانية عام 2022 فتبلغ مليارين وتسعمائة مليون ريال والذي سيشهد توسعة وتعزيز المشروعات أحنا عدنا مشاريع موجودة نشتغل فيها بعضها ممكن نكملت سنتين بعض المشاريع تحتاج إلى دراسات بيئية بعض المشاريع تحتاج إلى دراسة لأبدأ 365 يوم باتجاه وسرعة الرياح وطاقة الشمس وخلافة بعضها تكملت السنة كاملة وعدنا البيانات هذه ولكن إذا ما يوجد لديها دراسة اقتصادية بانكبل في سبيل تستدي فنحن نتكلم عن أفكار وعن مشاريع ولن نغرق الرأي العام بأفكار ومشاريع وعشر مليار في المكان الفلاني والحكومة الفلانية والصين بتعمل كذا هذا لن نعمل ذلك المشاريع التي أوردناها في القوائم معانا هي مشاريع تعدت مرحلة البانكبل في سبيل تستدي ولها اعتمادات وسنتعهد بكل شفافية كل مشروع نرى بأنه اكتملت جميع أركانه وسننفذ سنعلن عنه وبين اللقاء الاعلامي لإعلان الميزانية أن الانفاق الاستثماري الحكومي المتوقع خلال العام المقبل سيصل إلى نحو خمسة مليارات ريال والانفاق الاستثماري لشركة تنمية طاقة عمان مليارا ومئتي مليون ريال عماني مع الأمل في تحسن التصنيف الاتماني تدريجيا خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ الخطط الخمسية العاشرة والإجراءات والسياسات المالية الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستدامة أطلقت شركة النفطة العمانية للتسويق محطتها الجديدة لتزويد السفن بالوقود في ميناء الدقم لتلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري على الجودة حول أهمية هذه المحطة تحدثنا مع حسين بن جامع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة النفطة العمانية للتسويق حقيقة طيبة عد هذا مشروع استراتيجي كون الشركة استثمرت في هذا الموقع نظراً استراتيجية الموقع بحذاته حيث أن ميناء الدقم يربط ما بين الممرات الشحن السفن في المنطقة تقريباً فيما يخص حركة السفن القادمة في المنطقة في المحطة الهندي كذلك من قناة تويس وكذلك المحطة الهندي كذلك الخليجي العربي أهمية تأتي على أساس أنه يتم جذب هذلك السفن لتزود بالوقود من خلال المحطة المتكاملة لتزويد الوقود التي أنشأتها شركة في ميناء أهم الخدمات التي تقدمها المحطة حالياً وإيضاً تطلعتهم للمستقبل المحطة تقدم العديد من الخدمات من ضمنها الوقود السفن عالي الجوذة والذي يخضع المعايير العالمية مقاياس الأيسو وكذلك بالأخص الآن في المرحلة القادمة وهناك تركيز تطلب للسفن خاصة الوقود المخافضة الكبريت والذي كذلك من المتجات التي تقدمها الموقع مساهمة هذه المحطة في التكامل مع المنشآت الأخرى كالحوض الجاف وغيرها في الدقم أهمية هذا المشروع من هذا المنطلق هذا النقطة مهمة جداً حقيقةً المحطة تعتبر جزء متكامل من الخدمات التي تقدمها الميناء مثلاً مثلاً أسلاف الحوض الجاف السفن التي تأتي للحوض الجاف يتم تزويدها بالوقود كذلك السفن التي تأتي للخدمات الأخرى في الميناء كذلك يتم تزويدها وبحقيقة هو الموضوع لتزويد المشروع أو محطة تزويد السفن بالميناء الدقوم يعتبر متماشي مع خطة 2040 كون تهدف إلى التنقع الاقتصاد العماني ومن خلال إيجاد تنمية القطاع اللوجيستي والبحري هذا أهم النقاط كم بلغت تكلفة هذا المشروع وما الحجم الاستيعابي لهذه المحطة؟ نعم بالنسبة للطاقة الاستيعابية للميناء تزويد السفن بالدقوم الطاقة التي شركتها نفتع مال التصوير وهو تقريباً 30 ألف متر مكعب وبلغت تكلفة جمالية أكثر من 10 مليون ريال عماني فاصل قصير ونعود إليكم لنتابع في عين على عمان بمساحة 190 متر مربع تنفيذ أول مبنى مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في السلطنة هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو وقعت شركة تنمية نفط عمان للخدمات أولى عقودها التجارية مع شركة تيثيس أوي العمان بقيمة أكثر من 14 مليون دولار لجمع البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لمنطقة الامتياز التي تحمل الرقم 56 بقيمة أكثر من 14 مليون دولار وقعت شركة الخدمات التابعة لشركة تنمية نفط عمان أول عقد تجاري لها مع شركة تيثيس أوي العمان إنشور وهي المشغلة لمنطقة الامتياز التي تحمل الرقم 56 في شرق جنوب البلاد وتغطي حوالي 2018 كيلو مترا مربعا وتنصل اتفاقية على جمع البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لمنطقة الامتياز هذه لحظة مهمة لنا في شركة تنمية نفط عمان نشهد توقيع أول عقد تجاري لشركة الخدمات التابعة مع شركة تيثيس أوي العمان سنعمل معا لتحقيق نجاح هذه الشراكة وهذه فرصة لنا لعرض خبرات خمسة عقود من الإمكانيات والخبرات وتطبيق ذلك من خلال سد فجوات سلسلة التوريد في سوق النفط والغاز العماني والعمل مع شركائنا لتقنيم خدمات تجارية آمنة وعالية اليهودة شركة تنمية نفط عمان للخدمات تأسست في عام 2021 لتسويق القدرات الفنية للشركة الأم والقدرة التنافسية في المجالات المتخصصة مثل الاستخلاص المعزز للنفط والحلول الجغرافية والتقنيات المبتكرة وغيرها لحظة تاريخية مهمة في تاريخ شركة تنمية نفط عمان بدأت بإنشاء شركة تنمية نفط عمان للخدمات في شهر إبريل من هذه السنة وانتهت في هذه السنة والحمد لله بتوقيع أول عقد تقاري مع شركة تيثيس عمان أول انشور لميتل لحظة جميلة جدا تمكننا فيها من إنقاذ هذا العقد وهذا العقد عبارة عن أقراء مسح زلزالي في منطقة الامتياج لشركة تيثيس وإن شاء الله ستتباع عقود أخرى مع شركات أخرى وتعمل شركة تنمية نفط عمان للخدمات محليا على إنشاء سلاسل إمداد جديدة واستكمالي وسد فجوات القدرات في السوق العماني وعلى الصعيدين الأقليمي والدولي تقدم خدمات تقليدية ومتخصصة للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من الخبرة والموارد الواسعة للشركة الأمة مرحبا عمان فعالية مختلفة جمعت كبرى الشركات العمانية والسعودية العاملة في القطاع السياحي بهدف فتح مجالات التعاون لتوسيع تبادل السياحة بين البلدين مع افتتاح الطريق البري الرابط بينهما تتوجه وزارة التراث والسياحة العمانية لاستقطاب السياح من السوق السعودي الوزارة نظمت فعاليات مرحبا عمان لمجموعة من الشركات السعودية العمانية بهدف التأسيس لشراكات تعزز التعاون السياحي بينهما طبعا يأتي أولا هذا البرنامج مرحبا عمان نسخته الأولى لعام 2021 ووضعت خطة متكاملة بوجود شركاء من القطاع مع نوع ضرائهم في المملكة العربية السعودية وهي اتباعا لما تم خلال الفترة الماضية التنسيق بين السلطنة والمملكة في كل القطاعات المختلفة ومنها القطاع السياحي هي تبادل كل ما تعلق في الاستثمار السياحي والتجارب السياحية وأيضا وجوده هنا في زيارات ميدانية لبعض المنتجات اللي هي أيضا تجارب مكملة لمتطلبات السوق السعودي وأيضا المخرجات هذا اللقاء بيكون وضع حزم وبرامج متخصصة للسوق السعودي فقط فكان جدا مهم أن يكون في هذا اللقاء بين نظرائهم وأيضا المنتج السياحي والتجارب السياحية في السلطنة اليوم متشابهة كثيرة بالتجارب السياحية الموجودة في المملكة العربية السعودية ولكن مكملة لبعض افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين في صحراء الربع الخالي سيساهم بشكل كبير في تدفق السياحة البينية بين البلدين لا سيما السياحة العائلية بالإضافة لسياحة الأعمال والمؤتمرات السوق السعودي يعتبر سوق كبير وواعد وهناك كثير من العوام المشتركة التي تساعد في استقطاب سياحة الأعمال من السوق السعودي سواء كانت من خلال عمل مع مركز عمال المؤتمرات أو من خلال عمل مباشر مع القطاع السياحي بالسلطنة فهناك الحمد لله خلال الفترات القادمة العديد من الخطوات الترويجية المشتركة لاستقطاب هذا السوق إن شاء الله المبادرات والمشاريع والأنشطة الترويجية راح تتوالى هي البداية وراح تكون في حملات ترويجية مشتركة تستهدف السوق السعودي والسايح السعودي بصفة عامة تضمنت فعاليات مرحبا عمان جلسات نقاشية وحوارية في الموضوعات التي تخص القطاع السياحي وتطويره وتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 وإبراز المقومات السياحية التي تتميز بها سلطنة عمان وعقد لقاءات عمل ثنائية بين الشركات السياحية العمانية والسعودية السعودية طبعا هي بلد كبير جدا منطقة الشرقية منطقة الوسطى أو منطقة الغربية نحتاج رحلات مباشرة للمناطق السياحية حتى نتعرف عليها يعني ستل بالنسبة لنا يعني المعروف سلطنة عمان اللي هي صلالة واللي هي طبعا مسقط بس احنا لسا ما عندنا يعني اناف نوليج على الأذر يعني بنسبة للوجهات السياحية الثانية يعني سمعت سحار كمان جميلة توقع لحدود الاماراتية فإحنا لازلنا محتاجين نعرف كفاية عن سياحة العمان نعرف على الأماكن المناسبة على العروض فهذه الحاجات لازالت مجهولة بالنسبة لنا فهذه محتاجة دعم من الجهة وزارة السياحة العمانية خلال هذا الشهر بإذن الله باستطاعة شركات السفر والسياحة في السعودية والدول المستهدفة سياحيا أنهم يقوموا بحجز باقات السياحية بشكل كامل تجربة سلسة للغاية من الألف لليا من شركات الطيران الفنادق وسائل النقل وحتى الجولات السياحية وفد الشركات السعودية زار العديد من المواقع والمعالم السياحية في محافظة مسقط للتعرف على أهم المقومات والإمكانيات التنافسية لقطاع السياحة وحسب أحدث البيانات الرسمية فإن الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون نحو 50% من إجمالي السياح في سلطنة عمان أول مبنى مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد بمساحة 190 مترا مربعا نفذته الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في السلطنة والتي نجحت في ابتكار خلطة اسمنتية هي الأفضل حتى الآن في العالم بحسب الجامعة نجح فريق عماني من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في إنجاز أول بيت مطبوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد الفريق حقق أيضا إنجازا دوليا بابتكار خلطة من الخرسانة وأنجز بناء المشروع المستوحى من البيوت الشعبية العمانية بمساحة 190 مترا مربعا وهي المساحة الأكبر حتى الآن عالميا باستخدام خلطة مبتكرة من الكنكري نفتخر جميعا بما أنجز خاصة أن الذي نفذ هذا المشروع كامل الشباب عمانين والفتيات والشباب كذلك إضافة إلى أن المواد الخامة التي استخدمت في هذا المشروع بالكامل فوق 99.5% مواد محلية وحقيقة يعني موضوع نقل التكنولوجيا هي هدف يجب نسع إليه جميعا لمثل هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق في تقنيات المستقبل وتقليل التكلفة وإيجاد فرص عمل وبالتالي الأمل في مثل هذه المشاريع والأمل في نقل التقنيات المتقدمة والاستفادة منها حسب ما تحتاج البلد وتنفيذا لخطتها ثانيا أنه الآن يجب تحويل هذه الابتكارات إلى اقتصاد ويجب أن الاقتصاد والتنمية في البلد تستفيد منها بطريقة الأفضل والخطط موجودة والدعم الحكومي موجود إن شاء الله له أول طابعة للبناء في عمان جاءت ثمرة شراكة مع شركة كوبودة دينماركية لتصنيع طابعة ثلاثية الأبعاد للبناء والإنشاءات واختارت الجامعة أن يكون طاقم العمل بالكامل من طلبتها إيمانا بتطوير الكفاءات الوطنية وبناء معارفها في مجالات البناء المتقدمة باستخدامات تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مختصرة الوقت والتكلفة بشكل كبير في إنجاز مشاريع البناء نحن من مساهمتنا هذه أن نحن نحاول نبني القاعدة الأساسية في عمان نتعلم عليها نغير حتى نظام الإسكان أو القوانين البناء كيف تتعدل هذه القوانين بما تتواكم مع التقنية الحديثة هذا راح يساهم أن تطور التقنية بشكل أكبر ومن ناحية ثانية تنخفض تكلفة البناء والمشاريع في المستقبل فدورنا نحن هنا هو دور تعليمي تدريبي بحثي ابتكاري ونحاول في هذه الأشياء الأربعة أن نحن نطور الأساس من عندنا في الجامعة هذا دور الجامعات بشكل أساسي أنها تنمي القدرات حال المجتمع خلال عشر سنوات أنا أتوقع إن شاء الله أن البيوت معظمها تكون مطبوعة طبعاً المميزات الكبيرة التي نحن شفناها في الطباعة نطبع بيت فيه خلال ثلاثة أسابيع إنجاز عظيم ومن ما يريد بيتي يكون جاهز خلال ثلاثة أسابيع هذا من غير طبعاً أنه يعني هذا النوع من البيوت فيهن فليكسبلتي أكثر مرونة في كل شيء وبالتزامن مع إنجاز البيت الأول افتتحت الجامعة مركزاً لتقنيات ومعايير البناء والذي سيكون مركزاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط في تطوير المعايير والتقنيات والآليات المستدامة والمناسبة لبيئة المنطقة وسيعمل على تنفيذ بحوث علمية وصناعية في مجال تطوير الابتكار والتطبيقات الصناعية للبناء والإنشاءات هكذا مشاهدين وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من عين على عمان نلقاكم في الأسبوع المقبل إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو ترجمة نانسي قنقر